فإذن الله ثالوس في المسيحية الله محبة هذه المسيحية بتتميز فيها يعني الله روح الله نور الله المخلص والفادي الله هو المخلص والفادي هذه الكلمات قيلت عن يهوى في العهد القديم ولسيما بالتحديد بسفر إشعياء النبي وقال أنا هو المخلص وليس آخر مكتوب عن يسوع وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص فالمسيح لم يأتي لينشر دياني لم يأتي ليقدم تعليم أو فرائد أو تقوس أو نوميس ما يتميز فيه المسيح والمسيحية أنه المخلص والفادي وهذه من أسماء وصفات الله فهو المخلص الذي يخلص من الخطية والذي يفدي فهو الفادي أي اشترانا من العبودية واقتنانا بدفع ثمن فأصبحنا ملك الرب هنا تفيد الفك والتحرير حررنا من القيود حررنا من العبودية ولكن في شيء أكثر من حرية الفداء لأنكم افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء بل بدم كريم كما من حمل بلعيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم يقول في غلاطي أربعة أربعة وخمسة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا مولودا أرسل لاحظ الكلام أرسل الله ابنه اللي كان في السماء الذي يأتي من فوق وفوق الجميع الكيفية مولودا في بيت لحم مولودا من القديسة مريم العذراء مولودا تحت النموس ليفتدي الذين تحت النموس لننال التبني وهذه هي العقيدة المسيحية الرئيسية الرسمية التي يحاربها الشيطان وهي التبني شو التبني؟ مكتوب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه لا خلفيتك ولا من زرع رجل ولا من دم ولا من حسب ولا من نسب ولا من أي وسيلة أو طريقة أخرى بل الذين ولدوا من روح الله يعني الله يسكن فيه هذه يسموها الولادة الروحية من فوق فإذن لما بتتم هذه الولادة إحنا أصبحنا أبناء بالتبني الرب تبنانا ولكن لا تنتهي القصة هنا الرب حررنا لنكون أبناء ومش بس أبناء يعني صار إلنا الشرعي الكامل صار إلنا الامتياز الكامل صار إلنا السلطان الكامل أننا أصبحنا أولاد الرب التبني إذ نصرخ يا أبا إذن ليس بعد عبداً بل ابناً وإن كنت ابناً فوارث لله بالمسيح وإنت الإنسان بيورث حتماً بعد الموت أليس من أسماء الله عند الإسلام الوارث؟ فإذن تخيل أنه إحنا أصبحنا ورثة الموعد وأصبحنا أولاد الرب التبني ولهذا السبب المسيح هو المخلص والمسيح هو الفادي وهذه العقيدة لا تجدها في أي تعليم آخر ولا في أي ديانة لكي يجب أن الشيطان يحاربها ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة